دجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تظهر طفلين نائمين داخل خيمة مغمورة بالماء والوحل في غزة وصحيح أن الصورة مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي لكن التكنولوجيا هذه المرة عكست الواقع المرير الذي يعيشه أطفال القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وظروف البرد والأمطار دون توفر الاحتياجات الأساسية خصوصا في مخيمات النازحين الواقع المأسوي نفسه ظهر بشريط مصور لطفل يبيع الحلوى في مخيم دير البلح وقد جرى تداوله على نطاق واسع نشرت وكلة الفضاء اليابانية صورا من سطح القمر بعدما وصلت مركبتها مون سنايبر بنجاح قبل أيام لتصبح اليابان خامس دولة تصل إلى القمر وأظهرت الصور مركبة الهبوط ذات التحكم عن بعد حيث حطت على السطح الصخري بلونه الرامدي كما أظهرت الصور مرتفعات ومنحدرات من سطح القمر أعلنت منصة أكس تأسيس قسم مخصص لمراقبة المحتوى والتصدي لانتهاكات قواعد شبكات التواصل الاجتماعي ومن ضمن هذا القسم سيتم توظيف مئة مشرف بهدف مكافحة أي محتوى يتضمن اعتداءات أو استغلال جنسي للقاصرين على المنصة أعلان أكس يأتي قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تحت عنوان عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت قام نشطاء بيئيون برشي حساء اليقطين على لوحة موناليزا الشهيرة في متحف اللوفر بباريس وبررت الناشطات ذلك بأنهم يطالبن بالحق في غذاء صحي ومستدام وأن هذه الخطوة تشكل بداية حملة مقاومة مدنية لكن اللوحة لم تصب بأي ضرر لأنها محمية بالزجاج المصفح وسبق أن استهدفت اللوحة بكعكة من قبل ناشط كان يطالب بإنقاذ كوكب الأرض كما شهدت أعمال فنية أخرى بعدة متاحف حول العالم هجمات مماثلة